بعد قرار وزير العمل اللبناني محمد كبارة بحصر ممارسة الأعمال والمهن ووظائف معينة بلبنانيين باستثناء قطاع الزراعة والبناء بشرت بلدية الحدث بتطبيق هذا القرار وبالتالي حرمان اللاجئين السوريين من حقهم في العمل بالإضافة إلى إقفال مؤسساتهم التجارية بحجة إفساح المجال أمام اللبنانيين لإيجاد فرص عمل خطوة يراها البعض في قمة العنصرية لأن مشكلة البطالة ليست وليدة الساعة أو مقترنة بلجوء السوريين للبنان هي خطوة حمائية طبقنا أرار وزير العمل محمد كبارة بموضوع حصر بعض الأعمال باللبنانيين البعض وصف هذا القرار تطبيق هذا القرار بالعنصرية أو يمكن محاولة انتزاع لقمة العيش من أفوه السوريين شو ردك على هذا الموضوع؟ لا الأرار هو سليم من الناحية الاقتصادية سليم من الناحية الإنسانية ومنه موجه لضد لقمة عايش حدا شرطة البلدية أقفلت عشرات المحلات التجارية التي افتتحها لاجؤون سوريون بالإضافة إلى عشرات محلات الخضار والفاكهة التي رفض مشغلوها توظيف لبنانيين بدل العاملين السوريين كان لواحد لبناني من الحادث أجر للسوريين بعدين إجوا البلدية شيلوا السوريين بدنش بقى لبناني بدنش سوريين بدنوا لبناني بعد أرار البلدية يعني هلأ خف الشغل كتير يعني نوعا ما يعني والبلدية عم تضيق علينا حتى يعني الأوراق مش نظامية يعني بحيل يعني أنه الشغل لازم يكون معلمك من الحادث أوراقك نظامية مجرد أنك سوري ما عد فيك تشتغل هون بالحدث تحديدا يعني ما لا شك فيه أن أزمة اللجوء في لبنان تتفاقم دون محاولة إيجاد حل من قبل الدولة اللبنانية والأطراف المعنية للتخفيف من الأعباء المعيشية والاقتصادية للمواطنين لكن الحل لا يكون بتضييق الخناق على اللاجئين السوريين وحرمانهم من كسب رزقهم بعرق جبينهم ويرى البعض أن هذا القرار لا يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدا وما هو إلا استكمالا للحملات التحريطية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان فصل جديد من فصول العنصرية يطبق بحق اللاجئين السوريين في لبنان فثم تم يحامل انتزاع لقمة العيش من أفواههم وتضييق الخناق عليهم تحت ذريعة تطبيق القانون من الحدث في بيروت مايا هاشم أوريانتو نيوز